إلى ذلك أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان أنهم مستعدون للعيب دور في حل مشكلة تصدير النفط بين أربيل وبغداد مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية سيزور بغداد وبعضها سيزور أربيل يوم الاثنين القادمة وأضاف برقدار أن مشكلة تصدير النفط لا علاقة لها بتركيا وأن خطوط الأنابيب جاهزة لتصدير النفط منذ الرابع من تشرين أول الماضي في إشارة واضحة إلى أن المشكلة عراقية ومرتبطة بالعوائد وعقود شركات الإنتاج في كردستان ويشار إلى أن اتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010 قد نصت على اعتبار شركة تسويق النفط العراقية سومو الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقية وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية